المحكمة على المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات القرصانة هي جرم يعاقب عليه القانون والمتهمون ذهبوا إلى البحر بنية خطف سفينة لقى بهاجموا سامانيولو ومن حسن الحظ أن أحدا لم يصب المدانون دفعوا ببراءتهم أمام المحكمة بدعوى أنهم صيادون بسطة تعرضوا لهجوم أثناء طلبهم المساعدة من السفينة سامانيولو التركية بعد عطل محركهم ونفاد ما لديهم من طعام وماء في عرض البحر لكن الإدعاء قال إنهم يعتقلوا بعد أن هجموا السفينة برشاشات وصواريخ وطلب بإنزال أقصى عقوبة بحقهم الحكم دفع أحد المتهمين للقول إن هولندا لا تحب المسلمين ووصف المحاكمة بأنها أمر غير مقبول ولاقت المحاكمة التي بدأت في روت الدام في الخامس والعشرين من آيار مايو انتقادات كبيرة من جمعيات حقوقية بدعوى أن المتهمين حرموا من الكثير من الحقوق بالإضافة لعدم ثبوت الأدلة على أنهم كانوا يعتزمون اختطاف السفينة التركية هجمات القراصنة الصومليين بلغت ذروتها في العام الماضي قبالة سواحل الصومال وحيث تم تسجيل 115 هجوما على السفن من أصل 409 هجمات في العالم بأسره وحتى الآن صدرت 110 أحكام بالسجن المدد مختلفة ضد قراصنة في كينيا وحدها بينما حكم على 6 قراصنة بالإعدام في الثامن عشر من مايو آيار الماضي في اليمن بتهمة محاولة خطف ناقلة نفط يمنية مما أسفر عن مقتل شخصين